لنت شركة كانون عن كاميرتين من فئة الـ R وهالكاميرتين هن الـ R7 والـ R10 وهم بديل لكاميرات الـ Canon 5D Mark II والـ 7D طبعا نجاح كاميرات الفئة R خلاها تستمر في الإعلان عن موديلات أخرى وهذا طراز اليديد اللي هو الفئة R والـ R7 هم كاميرات متميزة بجودة مستشعر يديد ويميز هالكاميرات الدقة المذهلة اللي هي في أداء الإضاءة المنخفضة عشان ما أطول في المقدم خلونا نتكلم عن مواصفات هالكاميرات ونبدأ بالكاميرا R7 الـ R7 يتب دقة 32.5 ميجابيكسل طبعا السيستم المستشعر معروف عن EPS-C وهذا من أفضل المستشعرات اللي تستخدمها للحين كانون في كاميراتها الجديدة بالإضافة أنها تصور بطريقة متواصلة اللي هي 30 فريم وكذلك 15 فريم إذا كان إلكتروني هناك مانع احتزاز في الكاميرا في جسم الكاميرا نفسها إمكانك تصور 4K بـ 30 فريم وكذلك تقدر تصور 4K بـ 60 فريم ولكن هناك فيه كرب بسيط اللي هو 1.5 أو أقل تقريبا من حجم المستشعر ما عرفنا معظم الكاميرات اليوم 10-bit وهذا شيء يضيف حق الفيديو قوة وأفضلية من حيث الاستخدام في الألوان ودقة الصورة والمعالجة لاحقا كذلك أن الـ R7 فيها اللي هو الـ C-Log والـ C-Log رائع في تعديل الألوان وتضبيطها مستقبلا كاميرا تحمل منفذين لبطاقات الذاكرة وهذا شيء جيد أننا كمصورين أن نستخدمه أيضا هناك منفذ للاستخدام المايكروفون ومنفذ آخر للسماعة سعر الكاميرا 1499 دولار بالنسبة لي هذا السعر جيد جدا بالنسبة لي هاي المواصفات أما بالنسبة للـ R10 فيتهي بمستشعر مشابه إلا أنه ما في المانع الاهتزاز اللي هو سبع وقفات اللي موجود في الـ R7 الميجابيكسل يتأقل طبعا عن الـ R7 24 ميجابيكسل للـ R10 تصور 15 فريم بشكل إلكتروني و 23 فريم اليدوي تعطيك تصوير فيديو 4K 30 فريم وكذلك 4K 60 فريم وهناك كرب في هذا تصوير الفيديو تصوير HDR ولكن ما فيه C-Log اللي هو تقدر تلون أي فيديو من خلاله فيها منفذ للمايك ولكن ما فيها منفذ للسماعة تنينا على منفذ البطاقة الذاكرة ففيها منفذ واحد لبطاقة الذاكرة وهذا الشيء بيكفي ولكن هذا المتوفر إذا حبيت بسعر مناسب تنينا على عمر البطارية فنلقى البطارية في اللي هي الـ R7 تعطيك 660 صورة أما بالنسبة لي الكاميرا الثاني اللي هي الـ R10 فتعطيك 350 صورة الحجم جدا خفيف الـ R7 وزنها 612 جرام أما بالنسبة للـ R10 هي 426 جرام الحين خلونا نعرف شو سعر الـ R10 إذا شفنا هاي المواصفات سعرها 979 دولار لازالت هذه الكاميرا بعدها ما نزلت في السوق وقريبا راح تنزل لهذا إذا كنت انتناوي تغير كاميرا أو تشتري تبدأ في حياتك مبتدأ في كاميرا فالـ R7 هي الأنسب والخيار الأفضل إذا حاب تستخدم كاميرا بسعر معقول ومناسب أتمنى حلقة اليوم أجبتكم وإن شاء الله تتابعونا في حلقات ثانية شكرا